السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم سريعا عن طرق المعالجة اشهر طريقة في المعالجة الى وهي المعالجة بالرش الرش ان حضرتك بتجيب العنصر الانشاء تانية ومالصب بترش تمام ده اشهر طريقة فيه طريقة تانية اللي هي الريب الاسف المعالجة بالغمر ان حضرتك بتغمر السطح المصبوب بالمية بارتفاع مثلا 10 سنت او 15 سنت لكن الطريقة دي مش هتعرف تعملها هي على فكرة جميلة جدا بس مش هتعرف تعملها الا في اللسقف او الاسطح اللي هي العناصر الخرصانية المسطحة يعني ما ينفعش تعمل رهي بغمر في اعمدة مثلا او في اواعد تمام فيه طريقة تانية اللي هي اه تعالج بالخيش او البلاستيك اه فيه ناس او اكيد حضرتك شفت الصور دي اه اعمدة ملفوفة بخيش الخيش ده لابد عشان تعملوا صح لابد ان يبقى رطبا طول الوقت لازما الخيش ده بتحضرتك بتروح تلف العمدان بخيش معرفش انتو عارفين الخيش ولا لا حاجة شكل هابوني كده من الالياف وبترش على الخيش ده مية الفكرة كلها انه هو بيخلو العنصر الخرصاني رطب طول الوقت لكن ليه عيب العيب ده ما حدش اخد بالي منه ان الخيش نفسه لو نشف من المية هيمص المية هياخد مية من العمود من الاعمد من العنصر الخرصاني عشان كده بقولك ايه باش مهندس لابد ان يبقى رطبا طول الوقت في حاجة تاني اسمها الراي اه 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 اسف مش عارف الراي اه معلق معي لها اسمها المعالجة بالبخار ودي انا مشوفتهاش قبل كده حقيقا حقيقا يعني انا حقيقا مشوفتهاش قبل كده اللي شفتها بقى المعالجة بالمواد الكيموية او الكيميائية هي غالبا بقى دي مش معالجة هي دي بتعكس لك طريقة المعالجة احنا بنعالج ليه عشان بنمنع مية الاماهة او مية المية اللي احنا بنخلط بها الخرصانة ان هي تتبخر فالمية دي بتتبخر فاحنا بنزود المية دي بالمعالجة بالرش او ايا كان هي المادة بقى دي مادة بيضة بتتزود بمية فحضرتك بترشها بشكل بسيط على السقف بتاعك او العنصر الخرصاني بتاعك المادة دي بتقفل المسام بتاعة الخرصانة بحيث ان المية ما تطلع لكش يا سيدي من من العنصر الخرصاني ودي بقى لازم ان ترشها بقى تصبب حوالي تلاتة اربعة ساعات عشان ما تكونش المية اللي حي اطلعت تمام اه بس كده دي كانت نعظم طول المعالجة الخرصانة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته